بلادي وإن جنت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام هذا البيت ينسب إلى أبي فراس الحمداني الشاعر الكبير المعروف الذي يعبر فيه عن حبه لوطنه وحبه لبلاده وإن كانوا في يوم من الأيام قصوا عليه أو عملوه معاملة سيئة هذا هو حال أبي فراس الحمداني أما الناس في هذا العصر فلسان حالهم يقول بلادي وإن جنت علي كريهة وأهلي انضنوا علي كلاب الخيانة أيها الشباب وأيها المشاهدون الكرام في هذا العصر أصبحت خيانة الأوطان بشكل صريح جدا ولكن السؤال هنا لكل خائن يخون بلاده عندما تموت هل ستجد ترابا يحن عليك يوم موتك؟ أبدا ستشعر بالبرد حتى وأنت ميت مشاهدين بلا مقدمات وبلا تفاصيل كثيرة أهلا بكم وسلام إليكم سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آخر الأسبوع كما تعودنا في هذا البرنامج نناقش معكم آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية مشاهدين حدث كبير في هذا الإسبوع وهو ما شغل الرأي العام ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا وهو الرسائل المصربة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وأيضا المرشحة لرئاسة الجمهورية الأمريكية هيلاري كلينتون الرسائل المصربة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحمل مجموعة كبيرة جدا من المعلومات عن منطقة الشرق الأوسط بتفاصيل دقيقة وعن أنظمة الحكم الموجودة فيها بكل عناصرها تبدأ هذه التفاصيل مشاهدين الكرام مع وجود الثورة الخضراء بإيران ففي عام 2009 كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على اطلاع كبير بما يحدث في إيران وكانت العلاقة متصلة جدا بما يحدث في إيران فالرئيس أحمد نيجاد وهو الرئيس الإيراني في هذا الوقت مشاهدين الكرام لم يفز في الانتخابات التي جرت أثناء هذه الفترة مع حسين موسوي وبالفعل فاز فيها حسين موسوي وهو المرشح المنافس لأحمد نيجاد وتم إبلاغه من قبل لجنة الانتخابات العليا بأنه الفائز الأكبر في هذه الانتخابات لكن مشاهدين الكرام في اللحظات الأخيرة تم تغيير نتيجة الانتخابات بشكل كبير وتم إعلان أحمد نيجاد رئيسا لدولة إيران أو لجمهورية إيران وكانت الولايات المتحدة على الطلاع بكل تفاصيل عملية التزوير في الانتخابات التي وقعت والسبب بكل بساطة كما ورد في إميلات هيلاري كلينتون أن أحمد نيجاد هو الأنسب للسياسة الأمريكية الجديدة مشاهدين الكرام أيضا امتد حكم أحمد نيجاد لعام 2013 وبسبب هذه الانتخابات المزورة وبعد ذلك تم حبس حسين موسوي في السجن الإيراني حتى الآن وهو يعيش الآن تحت الإقامة الجبرية أما عن النصوص الأخرى في الرسائل المصربة لهيلاري كلينتون كما نرى الآن على هذه الشاشة هي ما يتعلق بليبيا والأحوال الليبية فنرى مشاهدين الكرام أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم بالدور الفرنسي الكبير الذي يُعقد في ليبيا لإثارة القلقلة داخل الأراضي الليبية بشكل كبير جدا وأدى هذا إلى الإطاحة بمعمر القذافي في ثورة ليبيا المعروفة والسبب بثورة ليبيا المعروفة والتدخل الفرنسي المعروف هو كما تكشف الوثائق المصربة الأمريكية أن الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي أدرك وعرف من خلال الاستخبارات العسكرية الفرنسية أن معمر القذافي يمتلك مجموعات كبيرة وأطنان كبيرة جدا من الذهب قد تزيد على 143 طن من الذهب وكمية مماثلة لها من الفضة فقرر أن يستولي على هذه الكمية الكبيرة من الذهب قبل أن تصدر إلى خارج ليبيا أو تخرج إلى خارج ليبيا في عدة دول مختلفة والفكرة الرئيسية في هذه العملة الكبيرة مشاهدين الكرام هو أن معمر القذافي الرئيس الليبي في هذه الفترة كان يود أن ينشئ عملة جديدة هذه العملة يتعامل بها أهل ليبيا ومنطقة كبيرة أو جزء كبير من سكان القارة الإفريقية الذين ينطقون باللغة الفرنسية وهذه العملة تسمى الدينار الليبي وكان دينار مصنوع من الذهب إذن فكان معمر القذافي يخطط في المستقبل لبناء إمبراطورية كبيرة خاصة به وحده عن باقي الدول من حوله وصربت الوسيقى أيضا أن هناك خمسة أسباب مختلفة منها الرغبة في الحصول على أكبر حصة من النفط الليبي وزيادة النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا وتحسين الوضع السياسي الداخلي للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ومنح الجيش الفرنسي فرصة لإعادة مكانته مرة أخرى وأيضا منع النفوذ الليبي في قارة إفريقيا لم تكن هذه المحاولات الأمريكية فقط فمحاولة إيرانية كانت هي الأولى ومحاولة ليبية كانت هي الثانية أيضا محاولة ثالثة وهي محاولة سعودية من الدرجة الأولى المحاولات السعودية مشاهدين الكرام كما كشفت الرسائل أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية التقت بعدد كبير من رجال السلطة السعوديين دون أي صفة اعتبارية على الإطلاق ولكن كانت لقاءات ودية فيما يعرف في العرف الدبلوماسي بأمر يستهجن له الساسة أيضا جاء في هذه الوسائق اجتماعات كبيرة ورسائل حدثت ما بين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زيد وبمناسبة دخول قوات درع الجزيرة التي كانت تذهب إلى اليمن أو تشارك أيضا في حرب البحرين أثناء هذه الفترة وقال لها أن الأمر هو أمر خليجي داخلي وليس للولايات المتحدة علاقة بهذا الأمر وقال من جانبه الكاتب السعودي أحمد الفراج قال إن هذه المرسلات فجرت براكين كبيرة في كل مكان بما في ذلك دول الخليج أيضا مشاهدين الكرام في حادثة أخرى كشفتها هذه الرسائل المصربة عن هيلاري كلينتون أن دولة قطر لها علاقات كبيرة ووثيقة بالحروب الكبيرة الممتدة داخل الأراضي السورية فكشفت هذه الوسائق كما نقول وهذه الوسائق تعود إلى العام 2012 عن سعي قطر لتسليح المعارضة السورية بالأسلحة الثقيلة وبحسب الرسالة فإن السفيرة الأمريكية لدى الدوحة سوزان زيادة التقت برئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم أيضا مشاهدين الكرام وتأتي هذه الرسائل في إطار رفع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يده عن هذه الرسائل والتي كانت تحت الوضع الأمني والوضع الفيدرالي منذ العام 2016 مشاهدين أيضا حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على هذه المذكرة وهذه الرسائل الكبيرة والتي يصل عددها إلى 650 ألف رسالة لكن مشاهدين الكرام أيضا هذه الرسائل لم تكتشف كلها بعد ولم تخرج كل هذه الرسائل إلينا في هذا التوقيت أما عن رسائل كلينتون مع جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في مصر والتي صنفت في السنوات الأخيرة جماعة إرهابية فتقول الرسائل المصربة تقول كلمة واضحة هي أن جماعة الإخوان المسلمين وقادة كبار في هذه الجماعة كانت لهم لقاءات مع هيلاري كلينتون ومع مساعدين لها موجودين في القاهرة وفي المغرب وفي تونس لعقد اجتماعات كبيرة تتعلق بالحكم والوصول لتنظيم الإخوان إلى الرئاسة في مصر وكان هذا في العام 2012 وكانت مصر تمر بأصعب مرحلة تحول سياسي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وتقول التفاصيل أن العديد من مساعدي هيلاري كلينتون التقى بجماعة كبيرة من الإخوان كما ذهبوا أيضا إلى مجلس الأمن القومي مشاهدين الكرام هذه هي النصوص المصربة هذه هي النصوص المصربة وهذه هي ترجمة النصوص المصربة لرئيسة للوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وهذه ترجمتها النصية في خيانة واضحة من قائد عرب ومن زعماء عرب دافعوا كثيرا عن الحرية في بلادنا وزعموا كثيرا أن لهم دورا كبيرا في الحرية في الوطن العربي وفي المشرك العربي وأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ولكن هذه الوثائق المترجمة مشاهدين أكدت هذه الخيانة فنريد أيضا رد على هذه الرسائل المصربة والتي لم نرى لها ردا من الإعلام القطري ولا من الإعلام التركي على هذه الرسائل فهم يلتزمون الصمت تجاه هذه الرسائل التي تعد سبا في حق الوطنية وعارا كبير على قضية العروب نريد إجابة واضحة من كل من ينتسبون إلى هذا الإعلام سواء كان إعلاما قطريا تركيا حتى بعض الشخصيات التي تدافع عن الإخوان المسلمين مثل جوشو أو عبدالله الشريف أو غيرهم أن يردوا على هذه التسريبات معنا مداخلة من الصحفية والإعلامية الليبية إكرام رجب للتعليق على هذه التسريبات صباح الخير إكرام الصباح الخير بداية وموفقين إن شاء الله في البرنامج أول شيء أنت تنتظر أنهم يردوا عليك فمستحيل أي قناة عميلة ساعدت في تخريب الدول العربية أنها سترد عليك أو أنها ستوضح لك الآلية أو الرؤية اللي هم قاموا بها لم يعد هناك وجه للرد إكرام أكيد فرصة الخير تم واضح سوا إكرام يعني في البداية لماذا ظهرت الآن هذه التسريبات وما دوروها في التكتلات والصراعات الكبيرة الموجودة الآن في الشرق الأوسط وما أثروها على الواقع السياسي نعم أول حاجة تسريبات ترامب لهذه الوثائق الخاصة منذ ممكن أشهر أو سنوات قليلة باتت واضحة للشعب وباتت واضحة الرؤى كذلك طبعا هذه الوثائق من ترامب في الوقت الحالي هي محاولة ذكية لقلب الطاولة على الديمقراطيين وكذلك القفض فيها على التطلاع ليكسب بها جولة ضد بايدن في الانتخابات الأمريكية نعم ليكسب بها جولة ضد بايدن في الانتخابات الأمريكية أكيد أكيد لأنه خصوصا بعد إصابها بفرولة اشتغلوا الديمقراطيين هذه المرض لترامب فهو في الوقت الحالي يعني يقل في الطاولة عليهم بحيث أنه هو يكسب المظاهرات أو العفوا الانتخابات الجاية طب ما أثرها على التكتلات السياسية في الشرق الأوسط الآن نعم ما أثرها على السياسة في الشرق الأوسط باختصار شديد نعم طبعا أثرها على السياسة طبعا نحن خلينا نحكي لك عننا نحن في ليبيا في ليبيا نحن عارفين السياسة اللي عندنا يعني نعم كميلي معكي معكي إكرام طبعا نحن في ليبيا عارفين أن السياسة اللي عندنا كيف يستغلوا لدورهم في المهمة يعني يطيحوا في الأملة الليبية وكذلك كيف أصبحت الأملة الليبية والاقتصاد الليبي جدا ضعيف بخصوص طبعا هما هدافهم كان مصر وليبيا هذا بالدرجة الأولى لأن مصر ممكن مية لأن مصر تعد هي الكفة الراجعة في منطقة الشرق الأوسط أنا ما نسمعش فيك لأنه في صوت دوشا مصر تعد هي الكفة الراجعة في الشرق الأوسط مصر وليبيا ليبيا بحكم أنها هي فيها نصف كذلك فيها يعني مواد واجز ممكن أن هما يستفيدوا منها في الاقتصاد في الدول الأوروبية فهم يعني ما فهمتش أنا يعني كذلك فيه زي ما تحدث مايك إن فيه 33 ألف رسالة لو كان طالعا الرسالة الذي ممكن حتخرب الدنيا يعني ممكن الرؤية تبدو واضحة عند المواطن أكيد أكيد كيف أننا استغلوهم كذلك قناة الجزيرة كيف كان القناة نعم كرام رجب الصحفية الليبيا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام كان هذا هو الحدث الأول عن تسريبات هيلة لكلينتون أما باختصار شديد وفي عجالة سريعة نحتفل هذا الأسبوع بالعيد القومي للقوات الجوية المصرية والذي يقام كل عام في الرابع عشر من أكتوبر ويعد هذا هو العيد الوطني للقوات الجوية المصرية والقوات الجوية المصرية هي أنشئت بطلب من البرلمان المصري في عام 1928 وتم إنشاؤها في عام 1932 القوات الجوية المصرية شعارها الأول والأخير إلى العلا في سبيل المجد فهي تدافع عن أرض مصر وفقط والقائد الحالي للقوات الجوية هو الفريق محمد عباس وتملك ما يقرب من 1300 طائرة و20 قاعدة جوية عسكرية فنحتفل معا بالعيد القومي للقوات الجوية مشاهدين الكرام أيضا في شخصية هذا الأسبوع والشخصية الأهم لهذا الأسبوع وهو الفنان الكبير الراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا في اليومين السابقين ومحمود ياسين له تاريخ كبير من الأعمال السينمائية والمصرح والتلفزيون وكرم عدة مرات في جوائز عالمية وأيضا أخطيرة محمود ياسين لسفيرة للنواية الحسنة من قبل الأمم المتحدة وحصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية فنقدم خالص العزاء لأسرة الراحل الفنان الكبير فات الشاشة الأول الأستاذ محمود ياسين مشاهدين الكرام كانت هذه الفقرة الأولى من برنامجكم آخر الأسبوع فاصل قصير ونعود إليكم مع الزميلة المتعلقة أسماء وجدي في فقرة بروبوغاندا الأسبوع انتظرونا